اشد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بالخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب وما تضمنه من رؤية حكيمة شاملة لتعزيز مكانة مملكة البحرين كأنموذج رائد في الإصلاح والتحديث والوحدة الوطنية والتعايش الإنساني ودبلوماسية التسامح والسلام وأكد سعادة وزير الخارجية أن الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه تمثل خارطة طريق لاستدامة الإنجازات الوطنية التنموية والحقوقية الرائدة في إطار دولة القانون والعدالة والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان في ظل سلطة قضائية نزيهة ومستقلة وتواصل التعاون البناء والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وثمن سعادة وزير الخارجية البعد الإنساني والحضاري في الخطاب الملكي السامي في تأكيد جلالة الملك المعظم اعتزازه بوعي المجتمع البحريني المدني المتحضر وتمسكه بقيم التعايش السامي والحرص على أمن الوطن واستقاره ووحدته في مواجهة التحديات مشيدا بتوجيهات جلالته السامية إلى وضع خطة عمل للمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وتعزيز مكانتها العريقة وأعرب سعادة وزير الخارجية عن اعتزازه بالنهج الدبلوماسي الحكيم لجلالة الملك المعظم في تأكيد اعتزازه بمملكة البحرين بتحالفاتها الوثيقة وتكاملها وتعاونها الأخوي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية بما يعود بالخير والنمى على شعوبها الشقيقة ويدعم حقوقها ومصالحها المشتركة وفي مقدمتها حل القضية الفلسطينية ودعم مساعي التهدئة وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وضمان حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وأكد الزياني أن مملكة البحرين ماضية في مسيرتها التنموية والحضارية الشاملة بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم وتوجهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والعمل الوطني المخلص لجميع مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ويقظة قواتها المسلحة وتضحيات أبنائها المخلصة في الذود عن أمن المملكة وسيادتها واستقلالها وضعة في مقدمة أولوياتها المصلحة العليا للوطن وجميع أبنائه في مجتمع نواع ومترابط ترجمة نانسي قنقر